أعداد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية يتجمرون داخل المراكز الصحية التابعة لبلدية نواذيبو في انتظار ما ستقدمه بعذة طبية فرنسية من استشارات طبية وخدمات صحية بالمجان بالتعاون مع البلدية العملية التي أشرف على انطلاقتها عمدة بلدية نواذيبو سيد القاسم البلال وفرت لها البلدية كافة الآليات الكفيرة بإنجاحها وتم إطلاقها اليوم بشكل فعلي لصالح ساكنة المدينة هذه بعثة فرنسية متكونة من 500 طبيب وفيها 32 تخصص وفيها لا لطباء القادرين ومجربين ولا هي ما هي جايها كذا وما شاء لا هي تعدل معانا تعاون دايم لا هي تم تجيب الدواء ويجدوك التخصصات اللي احنا طالبين ولا هي تم تعدل العمل ولا يتكون في راقنا احنا كيف اليوم؟ اليوم تعدل عمليات جراحية للبطن بفن خاص ما وقعه موريتاني لا يتكون عليه فرقة نحنا ولا يتكون فرقة سنيم اللي معدلين عندها العمليات البعذة الطبية التي تم توزيعها بين مراكز البلدية ومستشفى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنيم اجرت العديد من العمليات الجراحية لصالح عشرات المواطنين الذين كانوا يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالامراض الباطنية اضافة الى اصحاب التشوهات والحروق وامراض العيون جمعية عنا 20-30 تخصص اذا الحمد لله عنا كل تخصصات موجودة في الجمعية ان شاء الله تكون هناك استمرارية وان شاء الله نشوفوا بعد سنوات نشوفوا تطور في الصحة هنا في مواطنين طبعا الشركة الوطنية للصناعة والمناجم تتوفر على المعدات الضرورية من اجل جراح هذا النوع من العمليات وفم دكتور جراح ريمي اللي هو اخصاء جراح تجميلية يقوم بعمليات جراحية لمخلفات الحروق وقد شكلت هذه العملية محطة اشادة واسعة من قبل مئات المواطنين الذين توفدوا بكثرة على المراكز الصحية والذين استفادوا من خدمات صحية متعددة كانوا بحاجة إليها خاصة للفئات الهشة والمرضى لو الاحتياجات الخاصة الأشخاص دولي عاقل اللي محتاجين لهذا النوع من البعثات بهم اللي عندهم أمراض أمراض زمنية ومراض العينية والبطن وياسم الأمراض والصفر عليهم ثقيل بهم اللي تكلفتهم ثقيل عليهم وهي البعثة فعلا نحن شاكلين بمجيها من اللي يفاصلين فيها إن شاء الله نظامهم زين إن شاء الله متنظم إنه لا كل حد يعرف وقته اللي يجي فيه ورقمه اللي عنده وسيجي للناس بنظام إن شاء الله جاي معركات جدا وعندهم نظام خارجي ملتزمين به حد عنده رقم يدخل يعني عنه فاتوا عدل له تسجيل وفاتوا عدل له إحصائيات وعندهم طرق داخلية في نقر الطب حد فاتوا يدخل يتوصل بها للبعثة وينتظر أن تواصل هذه البعثة الطبية عملها في الأيام القادمة داخل المراكز الصحية وتشمل خدماتها كما أكبر من المواطنين كما ينتظر أيضا أن تقوم بتكوينات مكثفة لصالح الكوادر الطبية العاملة في النقاط الصحية التابعة لبلدية نواذيبو عبدالسدنة الموريتانية مدينة نواذيبو يبقى معنا مدينة نواذيبو مرسلنا عبدالسدنة 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 حدثنا أكثر عن هذه القافلة ونوعية خدماتها ومستوى إقبال المرضى عليها مساء الخير سلمة مساء الخير أحمد مرحبا بكم بداية هذه القافلة ليست الأولى من نوعها على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو وإنما تأتي ضمن سلسلة من البعثات الطبية التي سبق وأن قامت أو جاءت بهما بلدية نواذيبو إلى العاصمة الاقتصادية ضمن جهود كبيرة تبدلها بلدية نواذيبو في هذا الاتجاه وضمن إطار من التعاون والتشارك والتواصل يجمع بين بلدية نواذيبو وبعض المنظمات والهيئات الدولية الناشطة في المجال الطبي إلا أن هذه القافلة أو هذه البعثة الطبية التي تضم أطباء متخصصين يمكن القول بأنها هي الأولى من نوعها من حيث الكم والكيف نحن نتحدث عن بعثة طبية تضم عددا هائلا من الأطباء والمتخصصين إضافة إلى 32 تخصصا طبيا يتعلق بشكل أساس بالجراحة وطب العيون إلى غير ذلك هذه البعثة الطبية باشرة عملها اليوم في بعض المراكز الصحية التابعة لبلدية نواذيبو في بعض أحياء المدينة إضافة إلى مستشفى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين اليوم سجلت هذه البعثة حوالي 1200 شخص سيستفيدون من هذه العملية أكثر من 200 شخص استفادوا من استشارات طبية مباشرة تمت برمجة 43 من هذه المئتين 43 حالة تحتاج لعمليات في العيون أما فيما يتعلق بالجراحة الباطنية تمت برمجة 12 حالة تستدعي عمليات معينة مرتبطة أساساً بالأمراض الباطنية هذا بالإضافة سلمة إلى ثمان عمليات مرتبطة أساساً بتشوهات الخلقية والأشخاص الذين يعانون من الحروق في الحقيقة سلمة إذا ما تحدثنا عن درجة الإقبال فالإقبال كان قوياً إلى حد كبير هناك عداد هائلة نحن تحدثنا بالأرقام جاءوا إلى هذه المراكز الصحية كل الاستشارات وكل الخدمات الطبية المتعددة التي تقدمها هذه البعدة وستقدمها إلى غاية 25 من الشهر الجاري في مجالات الأمراض الباطنية وأمراض العيون والتشوهات الخلقية تقدم بالمجال إلى هؤلاء المواطنين الذين كانت هذه العمليات وهذه الاستشارات ستكلفهم أذماناً باهرة سواء تعلق الأمر بالسفر أو بكل ما يتعلق بهذه العمليات هذا بالإضافة إلى الشيء مهم وهو الأهم في هذه العملية هو أن بلدية وليبو ستقوم حسب المعلومات التي حصلنا عليها من طرف البلدية ستقوم بتعاون دائم بينها وبين منظمة التبادل والمعرفة الدولية الناشطة في المجال الطبي بشكل مستمر وهذا في الحقيقة لا شك سيسهم إلى حد كبير في الحد من انتشار هذه الأمراض خاصة الأمراض الباطنية وكذلك سمعزز المظلومة الصحية الطبية على مستوى العاصمة الاقتصادية نعم كل الشكر لك عبدالولدود والسيدين حدثنا من مدينة نواذب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة